سؤال أخت كريمة تقول ما حكم الصلاة في السيارة الوقفة غير المتحركة نقول لها سيدتي الجليلة العادة لا يتمكن المصلي في السيارة من القيام إلا تتخين أننا في سيارة رك كبيرة جدا أو حافلة ضخمة الأصل أن راكب السيارة لا يتمكن من القيام وهذا ركن من أركان الصلاة عند القدرة ولا يتمكن من استقبال القبلة وهذا من شروط صحتها في الفريضة لا يستسنى من هذا إلا النافلة في السفر فلا ينبغي أن يترخص في ذلك إلا عند العجز الحقيقي عن الصلاة خارج السيارة مثلا ظروف مناخية قاسية الثلوش تغطي الأرض تماما مثلا ونحو ذلك وتعجز عن الخروج من السيارة للصلاة في الخارج حيث تتمكن من السيارة بالصلاة على وجهها نكون أمام رخصة أيضا إذا كان في مقدورها إنها إذا أخذت الصلاة إلى أن ترجع إلى البيت فتدرك الصلاة قبل خروج وقتها فلا تضحي بالقيام واستقبال القبلة وهذا كله من أجل الجمع الجمع جعله الله رخصة عند المشقة عند الحرج عند الخوف عند المطر فتستطيع أن تجمع إذا أمكنها أن تصد إلى بيتها قبل أن يخرج وقت الصلاة ونكن تجمع الظهر مع العصر مادام تستصل إلى بيتها قبل مغيب الشمس بوقت كافي أو تجمع المغرب مع العشاء فهذا خير لها من أن تصلي في السيارة صلاة منقوصة بلا قيام وتتخفى في استقبال القبلة ونحوه وقد جعل الله لها رخصة وإن الله يحب أن تؤتى رخصه لا سيما في مثل هذه الحالات كما يحب أن تؤتى عزائما